اشتركوا في القناة من مستويات متقدمة وكد سمو في هذا الصدد بأن هذه العلاقات المتميزة بناها الآباء والأجداد وهي مترسخة في تاريخ البلدين وينبغي على جيل الشباب مواصلة خطأ السابقين في الحفاظ على هذا النموذج الفريد الذي تمثله العلاقات البحرينية الكويتية وقد أشاد الحضور بالدور الرائد لصاحب أسم الملكي رئيس الوزراء في دعم الأسس المتينة التي تستند عليها العلاقات البحرينية الكويتية معربين عن الاعتزاز والتقدير بما أبداه سموه من حرص على أن يحمل جيل الشباب من البلدين أمانة الاستمرار فيما أسسه الأولون في جعل العلاقات البحرينية الكويتية لها خصوصيتها وتمييزها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر